اشتركوا في القناة فيها متدنية 18% اما الرؤية الافقية لا تزال جيدة 12 كيلو رياع شمالية سرعتها 3 كيلو متر في الساعة الليلة منتوقع اجوانا معتدلة ولكن نشاط في الرياع الشمالية الغربية خاصة على البحر قد تزيد سرعتها عن 42 كيلو متر في الساعة ودرجات الحرار متوقع في منتصف هذه الليلة مدينة الكويه 30 درج مئوية زنة الشمالية واربا بوبيون وفاليشة ما بين 29 إلى 30 درج مئوية في مساء الغد طقس مغبر وغير مستقر ونشاط في الرياع الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلو متر في الساعة منتوقع انتقل مدى الرؤيات الافقية خاصة على المناطق المكشوفة لدى النوه مرتادي طرق سريعة انهم يديرون بالمتناء القيادة وايضا مرتادي البحر والحداقة تأجيل نشاط بحري خلال 24 ساعة الغادم ودرجات الحرارة العظمى منتوقع مدينة الكويت قد تصل إلى 37 درج مئوية حالة البحر ما بين خفيف إلى معتد الموج إلى 6 تقدام اللحظة عزال المشاهدين متوقع نشاط في الرياع الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلو متر في ساعة وهباتها لأكثر من 70 كيلو متر في ساعة ودرجات الحرارة العظمى عزال المشاهدين خلال اليام المقبل متفاته ما بين 37 إلى 40 درج مئوية وقد تزيد عن ذلك مع بداية الأسبوع المقبل ما بين 40 إلى 43 درج مئوية ولا نزال عزال المشاهدين في فترة السرايات والتغيرات الجوية المتوقعة خلال اليام المقبلة من أمطار متفرغة قد تكون رعدية أحيانا وأيضا لحالة الجوية المرتقبة طقس مقبر وانخفاض في مدى الرؤيات الوفقية خاصة يومين الجمعة والسبت لذلك ننصح أهل الحلال المزارع أنهم يديروا بالهم على حلالهم ودرجات الحرارة العظمى عزال المشاهدين قد تصل إلى 40 درج مئوية عزال المشاهدين إلى هنا تنتين أشرتنا الجوية ولكن ننتقل مع الزملاء في الستيديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة